برعاية رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب تقيم كلية العلوم ندوة بعنوان الطف معاني الثورة الإنسانية والإلهام الفكري تضمنت حلقة نقاشية تتناول عرضا لبعض الصور والجونب الإنسانية والفكرية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام يلقيها عددا من أساتذة كلية العلوم تتخلى لها مشاركات طلابية الهدف منها عرض النهضة الحسينية من وجهة نظر أكاديمية واعتماد من هدية الثورة لدى الإمام الحسين في توحيد الكلمة ورص الصفوف كانت من وصية قيمة لزينب عليه السلام والتي استمرت السيدة زينب عليه السلام بالمواصلة وأثبتت أنها السيدة الفاضلة في نهجها ومراعاتها لأهل بيتها والإصرار والمضي قدما من أجل سمعة الإسلام وأخيها الإمام الحسين تناولت الندوة التي كانت تحت عنوان الطف الثورة الإنسانية والإلهام الفكري محاور عدة تضمنت دور المرأة في الثورة الحسينية وكذلك الممارسات والعبر التي تناولتها الثورة الحسينية إضافة إلى بعض الصور والمعاني التي ممكن استنباطها من خلال الثورة الحسينية واللي معروف أنه اسم الحسين فقط هو مكان اسم عنوان وكلمة جذب للقلوب والأفدة لا تستطيع عمامها النفوس إلا أن تخشع لهذا الإنسان العظيم الذي استطاع أن يعيد الإسلام إلى مسار الصحيح بعد أن حاول المفسدون حرفه عن المسار الذي رسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن المعاني التي تتجلى واضحة في هذه الواقعة هو الحديث عن دور المرأة ومشاركتها في بعض الثوابت والقيم التي خرج من أجلها الإمام وهو من القيم السامية التي تعزز مكانتها الاجتماعية كما كان للطلاب الدور الكبير من إقامة الشعار الحسينية وألقاء القصائد وشعر المديح للأئمة العظماء نستطيع أن نلخص دور المرأة المتمثل بسيدة زينب وباقي نساء أهل البيت بدور واحد أنه كان دور الإمام الحسين في هذه الحرب هي الحرب العسكرية أما كان دور النساء فهي الحرب النفسية وهي التي استمرت ومدت هذه الثورة وبقيت ذكراها طول هذه القرون وسوف تبقى إلى أبد العابدين أنا أعتقد أن الكثير من المسلمين لا يعلمون إلا الدزر اليسير عن سبب خروج سيدنا الحسين عليه السلام المسألة يا أختي العزيزة كانت معركة بين صفين الصف يمثل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وصف يمثل أعداء الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الندوة العديد من التوصيات أهمها أن تكون الفعالية سنوية تمتد لمدة يومين تشمل حلقات نقاشية ومعارض وشعر ومسابقات وغيرها وأن تكون الدعوة عامة على أن يتم الاختيار الأمثل بينهم بالإضافة إلى توجيه الدعوة للجامعات الأخرى تعزيزا للعلاقات أقمنا هذه الندوة الكريمة لأجل ما وهو التحدي التحدي الإرهاب، التحدي الفساد، التحدي في استخدام المال العام الخاطئ فذلك أريد أن ننطي فشك الرسالة إلى طلبتنا الأعزاء في موضوع التقدم العلمي والسير على نهج الإمام الحسين يمر بلدنا في الوقت الراهن بظروف استثنائية تستلزم تغافر الجهود وتوحيد الرأى لمواجهة الأخطار وخير ما يمكن به أن يوحد الصفوف أو السير بالنهج الذي رسمه الإمام الحسين عليه السلام من المكتب الفضائي الجامعي إسراء عبد الكريم جامعة النهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر